جهد دبلوماسية حثيثة مازالت تبذل عشية انطلاق الجولة الثانية من محادثات جناف اثنين الرامية إلى حل الأزمة السورية وزير الخارجية المصريين بالفهمي بحث في القاهرة مع وفد عن الائتلاف السوري المعارض برئاسة أحمد الجربة سبل توسيع وفد المعارضة في المحادثات لتشمل معارضين من الداخل نحن حريصين انه تمثل كل الواحد يقول انه ضد النظام وضد هذا النظام المجرم وضد القتل والدمار اللي حصل عليه هذا النظام في سوريا نحن معاه ويجي وقاله في صدر المجلس الجربة طالب ايضا بتوسيع الوفد الحكومي السوري إلى مفاوضات جناف اثنين لتشمل شخصية تتمتع بصلاحيات ومصداقية أكبر من أعضاء الوفد الحالي نحن نطالب بشخص مثل فاروق الشرع فين نائب رئيس الجمهورية ما يجي هو يكون على رأس هذا الوفد ويقوله مصداقية عندنا البقية دور مشمالهم مصداقية عندنا وفي ظل انتقاد المعارضة للوفد الحكومي أكدت دمشق حضورها الجولة الثانية من المباحثات ويبقى بيان جناف واحد نقطة الخلاف الرئيسي بين الطرفين ففي الوقت الذي تسر فيه الحكومة السورية على مناقشة بنود هذا الاتفاق تطالب المعارضة بمناقشة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي استنادا إلى مقرارات جناف واحد خلاف قد ينذر بصعوبة إحراز أي تقدم على غرار الجولة الأولى من المباحثات ترجمة نانسي قنقر